اهلا وسهلا بكم في بيرفكت بيس الشو النهاردة حلقة مميزة الحقيقة جاءت لنا اسئلة كتير قوي عن وعن تخصص التقويم عموما فالنهاردة مستضيف الدكتور عمر وجاين النهاردة عشان نجاوبكوا على الأسئلة اللي جات لنا هو السؤال للناس تير بتسألو لدكتور علاء تحديدا ايه اول خطوة اخدها لو انا متخرج من اسنان وعايز اتخصص في تقويم يعني انا لسه متخرج اسنانيدي وعايز امشي في سكة التقويم كده تنصحني ايه اول خطوة امشي تخصص تقويم الاسنان هو يعني خلينا نبقى متفقين ان هو تخصص تقيل يعني انا بقول عنه ان هو البطنة بتاعت الاسنان فانت عشان تتخصص تقيل زي دوا لو مش وااخد قرار نهائي ان هو ده التخصص بتاعي بقى انا لازم مبدئيا كده اتمر ان هو ده شغفي في طب الاسنان وان انا فعلا القرار بتاعي سليم في اني اخد التخصص ده هسيبلكو لينك كده في يعني زي فورم تملى الفورم دول بيديك شوية كاركتوريستيكس كده عن التخصص ده لو عديت نسبة 70% في الاسئلة ديت اعتقد هيبقى تخصص تقويم الاسنان بالنسبة لك مناسب فده مبدئ ايا اول حاجة ان انا لازم اتطمن ان التخصص ده هو ده اللي انا هاختار لان خلاص بقى انا ايه يعني مافيش فرصة للتراجع انا خدت خطوة ومكمل فيها السنين بتاعتي بتاعت الشغل تاني حاجة بعد ما اتأكدت ان هو ده التخصص اللي انا محتاجه ان انا ابدأ بقى ايه عملية الليرنينج لان احنا عارفين في الكلية ما خدناش معلومات كفاية عن التقويم الليرنينج ده بقى انت عندك كورسز عندك زمالة الام ارث عندك ماجستير عندك انك تستفر برا اصلا تدرس التخصص نكمل بقى في بقى الاسئلة هتلاقوا سؤال ده بقى واضح واجابته اوضح منك خلينا اسألك بقى دكتور عمر ليه تخصص تقويم الاسئلة مبدئيا فكرة ان الجي بي دي ما بقيتش مقبولة خلاص لان مع زيادة العدد ده كتبت سناج مع زيادة الوعي بتاع الناس بيت عاملة زي الجي بي برضو من مئة سنة بتاع بشري ان كان فيه دكتور بيشتغل كل حاجة وكان نادرا او في المدن الكبيرة بس بيتلاقي دكتور عيون دكتور نيسة دكتور مخوة اصاب ديختفت تماما من بشري دلوقتي مفيش الكلام ده خلاص مفيش حد بيروح لدكتور في عيادة بتاع بشري او طبيب بشري دايما الدكتور الناس بتدهر على الدكتور متخصص في الحتة بتاعتي فنفس الكلام هيحصل في الاسنات او قريدي حصل يعني النسبة كبيرة في مصر وكل الدنيا انك انت ما عادش الناس بقايز يا دكتور سنان بقى انا عايز دكتور حشوة عصب عايز دكتور تركيبات عايز دكتور زراع عايز دكتور تقويم فالتخصص بقى مهم تخصص التقويم تحديدا طبعا ده التخصص بتاعي فده انا بحبه انا شايف ان فيه صفات في تخصص التقويم مش هادرقول عليها مميزات ولا عيوب هي صفات فيه فتناسب بعض الناس وناس لا زي ما انت قلت كده لازم يتأكد ان هو مناسب ليه تخصص تقويم يعني انت مثلا كل حالة بتعتبرها لغز جديد كيس جديدة تقعد تفكر فيها من اول وجديد ما هياش حاجة روتينية ما هياش زي التخصصات تانية الشغل فيها روتيني واحد اثنين ثلاثة انا عارفهم لا كل حالة بتفكر فيها من اول وجديد دي بعض الناس تحبها وبعض الناس تحس ان ده انا عايز حاجة اكون متعودة على شغل روتين ثابت عندي حيات ان البيشنط يقعد معاك فترة طويلة حيات ان انت تشتغل في حاجة تجميلية حاجة شوية فيها نسبية يعني ممكن انك انت البيشنط بيبقى مبسوط او مش مبسوط فيها كوميونيكيشن سكيلز عالي ما هواش زي الجراحة مثلا هو بيخش بنبنك بينجو كلي خلاص انا عايزه لا دي فيها تفاهم وفيها كلام وفيها اقناع وفيها انك تعم بيشنط ايديوكيشن وبيشنط مانيجمنط طول الفترة بتاعت التقويم فالحاجات دي تناسب مين وما تناسبش مين دي تختلف بقى طبيعة الشخص يعني لازم يكون بيحب الحتة دي مسألة الفلوس انا في رأي اي تخصص واي حد بيشتغل الحتة بتاعته كويس بيكسب كويس يعني بتاع الانبلانت بتاع الاندو بتاع البيدو بتاع الارثو اي حد طالما انت شغال كويس فاهم ان انت بتعمله على يعني حتى لو مش في الاول على المدى البعيد انت بتكسب كويس طالما انت الناتج بتاعك البيشنط هيجيب بيشنط والناس ايضا مبسوطة فمفيش تخصص ادرواق لي بيكسب اكتر من تخصص وتبقى نظرة دقيقة اوي انما قادر اقول ان كل واحد شاطر في الحتة بتاعته وطبعا اهم مكاوريز طبعا ربنا ان انت تكون راضي عن شغلك وربنا يعني تطلع نتيجة مبسوط منها هيبقى الريز بتاعك اكيد كويس انا ممكن ابقى شايف ان فيه تخصص تاني بيكسب اسرع مني بس في النهاية محصلة السنة طب بنتكلم بقى في دخول واحدة هي اعتقد ان هي ايه ان هو هيكون دخول تقريبا شغله اكتر الناس برضو بتسألك كتير انت انا عايز تخصص تقويم لكن ببقى يعني مسألة الزمالة البريطانية شوية بحيث انها خطوة كبيرة يعني معطاقش بقى بالنسبة للوقت يقصد ولا بالنسبة للتكلفة بتاعتها انا نجاوب على الاثنين يعني فكرة انه يلتزم ثلاث سنين وفكرة انه هو طبعا تكلفة الزمالة شايف انه يبدأ فيها بعد التخرج على طول ولا يشتغل شوية الاول ولا امتى ياخد القرار انه هو يدوش في حاجة زي كده وازاي ممكن يتعام مع طول المدة والتكلفة دي والسؤال ده جزئين امتى ابدأ الزمالة بتاعت التقويم ولو هابدأ زمالة التقويم التكلفة المادية دي لازم تبقى جاهزة معي من البداية ولا ممكن انا خلال بقى لثلاث سنين بتوع البروغرام يبقى اقدر ادخل دخل خط المصاريب دي هي طبعا شخصيات وتختلف من واحد للتاني بس الواقع اللي احنا بقينا فيه حاليا يعني انه هو انت الشغل بقى فرصه ندرة شوية للناس اللي مش متخصص فانت هتخلص امتياز حاول بقى في السنة بتاعت الامتياز دي تحسم قرارك عشان هو ده ايه ما بعدها محتاجين ناخد قرار انا هتخصص اي تخصص خلاص احنا بقينا زينا زي بشري فيش حد في بشري بيخلص امتياز ويفطل قاعد في الوحدة الصحية وخلاص كده انا ايه انا خلصت انت محتاج تاخد قرارك ومن وجهة نظري ان احنا محتاجين ناخد القرار بشكل سريع انه هو يدوب خلاص امتياز اختار التخصص او انا محتاج اتخصص فيه لو اخدت قرار انك تتخصص فيه التقويم فطبعا التراك بتاع الام اورث من التراك المجربة واثبت نجاحه مع عدد لا بأسة به من التجارب اللي قدامك طيب التكلفة المادية بتاعته عالية انا متخيل ان انت يعني محتاج يبقى معاك مصاريف اول سنة انا يعني اقدر ابدأ اقدر ابدأ من تجارب بقى كل الناس اللي اشتغلت معنا انه هو بعد تسع شهور من البروجرام تقريبا بيبدأ يشتغل اصلا في البروجرام وبدأ يتعرف انه هو رجل بتاع التقويم وطبعا ديات انا بديهم كورس بيزنس في البروجرام بتاع الامورث بحاول اخلي برضو بحس انه هو بقى يساعده انه هو ينزل السوق انه هو ينزل السوق يعني من بعد تسع شهور من البروجرام هادر ابدأ اشتغل برايفر فانا اشوف بقى التكلفة الدخل بتاعي ان شاء الله يبدأ يصرف لك على الاعصاد بتاعت بيجي لحالة في الشهر مجيدة خلاص انا قى درغاتي تكلفة والله انا ليه رأيي في حتة التكلفة دي هي مفيش حاجة الخيصة يعني التكلفة بتاعتك اي حاجة غالية دلوقتي بس انت نوع من الاستثمار استثمارك في نفسك ده من اهم انواع الاستثمار مهما تغيرت الظروف كون انك انت بقى معاك علمي معاك شهادة وصيرتفايد في تخصص معين فده من اعلى حاجة في الاستثمار يعني مش هادر اقول تكلفة قليلة بس انت بتستثمر في حاجة قدام هتجيب لك اضعاف الرقم ده ان شاء الله سواء اشتغلت فيه في مصر قبرة مصر اوه تدر طيب خلينا بقى من الاسانة اللي جات لدكتور عمر مميزات شهادة الام ارثو والله انا شخصيا في رأيي شهادة الام ارثو يعني هي حاجة كلينيكل اكتر منها ريسيرش فهي فيها انك تطلع كلينيشن شاطر يعني يعرف يشتغل كويس البريتش سكول الى حد ما مريحة بالنسبة لي انا في حتة الجايدلاينز انك انت ما هيش كلام عاين بالنسبة لك انت عندك جايدلاينز ماشي عليها يعني بتسهل عليك نسبة كبيرة من التريتمنت بلان ومن الشغل الكلانيكل البتاعك الشياء طبعا معترف بيها جوه مصر وبره مصر انت بتتكلم لو قرنناها بالكورسات والكلام ده لا انت راجل بتاخد ترينيج تلات سنين بتاخد انتحان الاكزامينيشن او السرتيفك بتاعتك من حاجة دولية معروفة فبالتالي انت بترخص اخصائي لما بيحصل حاجة شكوى ولا ميديكو ليجل انت راجل واقف على ارض صلبة انا متخصص تقويم وبشتغل في حاجة بتخصصي غير اي كورس بقى والقايد بلوما ايا كان مسمى بتاعه سنة سنتين ستة شهور اربعة شهور لا يمكن يبقى زي الماجستير والزمالة يعني الماجستير او الزمالة انت راجل معتمد من جمع واخد اخصائي من النقاب فدول بصراحة ما يتكرموش بقى اي حاجة تانية يعني الماجستير والزمالة ما ينفعش تقارنهم بقى اي حاجة تانية في سؤال برضو بيسألك الدكتور دكتور بيسألك عن الامتحان بتاع الزمالة هو سامع ان الامتحان بقى صعب وشكله بقى جديد وشكله مختلف ونتبه النجاح عامل ازاي طيب خلينا نقول شكل امتحان الزمالة بتاعت الامة ارثي دلوقتي الامتحان two parts part A ده بيكون عبارة عن 180 سؤال single best answer بتمتحن في اي في اي examination center في بقى هنا في القاهرة وفيه في اسكندرية وفيه في دبي وإدمبرا نفسها يعني حول العالم فيه سنتر زكتيرا جدا لما يفتحوا امتحان part A بتدخل انت على الويب سايد تختار اقرب سنتر لك تمتحن فيه الامتحان امتحان بيكون افلاين بتبقى قاعد في مكان وبابر يعني كده وبتملق البابل شيت فهو 180 part A 180 سؤال single best answer حاجة كده اصعب من MCQ وحاجة خفيفة يعني ممكن فيه كذا اجابة صح بس هو الاصح واحد بالظبط 180 سؤال 180 سؤال فا 4 ساعات يعني هياخد ساعتين وبعدين break وبعدين ساعتين تاني لبدا ده الامتحان الاول الامتحان التاني يبقى يبقى اه at least two years ان هو يدخل part A part B بيدخلوا بعد سنتين ونص at least من بداية التريننج ده بعباره عن 12 كاس 4 كاس دول معهودين اللي هو اسمهم diagnostic بيبقوا unseen cases بيمتحنك في ال diagnosis والتريت منتبلان بتاع الكاس بيديك الموديل والريكوردس بتاع الكاس الشاعات والصور والمكاستات تاعت الحالة بيقولك اعمل diagnosis وتريت منتبلان تخش discussion مع لجنة من جاية من الريال كوليج جريت منين كل حالة اثنين بنقشوك في نص ساعة اه بتقعد انت على الحالة ربع ساعة بقعد على ربع ساعة الاول لوحدة لوحدة تقعد على الحالة وتقعد معاهم بقى ربع ساعة سبعة داية ونص داية جنوز سبعة داية ونص ثلاث منتبلاني يبقى دال ايه الاربع كاسس الاولانيين ثلاث منتبلانيين ثاني اربع كاسس بقى دول component الجديد اسمه mechanics and component المكانيكس component ده بيجيب لك فايل كاس متعالجة بالفعل وبيبدأ بقى يسألك فيه الميكانيكس اللي موجودة دي بالفعل ايه رأيك فيها وهو توبروغرس فروف ديس بوينت تل ايه تل دفنش رأيك فيها ممكن تبقى كويسة اقول انها كويسة او انها وحشة اعدل عليه بالزبط اربع حالات برضو كل حالة بقى ربع ساعة الواحدة تقعد ربع ساعة ودخل بقى على اجزامنار واحد بقى ده من الواحد بيمسك في الربع ساعة عبر في الربع ساعة كاملة بقى دول communication section اربع حالة برض ده ميكانيكس كون بول يبقى دول اربع كيسز و اربع كيسز و اخر اربع كيسز اللي هما الكميونيكيشن الكميونيكيشن ده برضو موجود من قبل كده ان انت بتدخل بس هو كان قبل كده تقليلوا ان كان الستيشن واحدة بس زودوه بقى خلوه اربعة بتدخل على اكتور فوهو اتنين اجزامنار زق عاديين مالك شطابه بيهم بتسلم علي الاكتور دوا وانتي بتمثل كأنك الاركتور انت استبتاعو هو بيوجه لك اسئله وانت بتبقى تجاوبه اربع اربع كوميونيكيشن ايه communication station يبقى كده هو الامتحان بتعبارتي بيبقى على ارت حالة ايام او اربع ايام ثلاث او اربع ايام ببعدوا بيتعمل فيabilقائر و في دبي يعني انا مدخل على اتناشر لجمة تقريب يمكن عشرين دكتور والله اتنشر لجنة ده حقيقة شوف كلمات ده كترة موظم بيقى بريطانيين بعد الامتحان ده ان شاء الله النجاح كده شهادة خلاص بس خلاص انت كده معاك الشهادة بعد الامواث انت بص في الاكزام ده فالامتحان ده بيكون في القاهرة بيكون في ايدنبرا حاليا يعني بتعامل قاهرة ايدنبرا دبي أنا معلوماتي ان نسبة النجاح في الامتحان ده الراوند الخمسين في المين انما نسبة النجاح بقى بيرفكت حقيقين رقم فوق 80% يعني احنا مثلا الاخرى المتحان بارتي ايه كان داخل 15 نجح 12 من ال 15 الاخرى المتحان بارتي بي كان داخل 5 نجح 4 من ال 5 فاحنا نتالي بقى نلعب فرينج الهو ال 80% بس عموان بقى ايه هنسأل هنسأل حاج بقى السؤال ده مثلا اه السؤال ده ليك بقى دكتور عمر الناس بتقول ان امتحان الامواثة بقى صعب والنجاح فيه بقى شوية من بعد الشكل الجديد بالزيت والله بص هو انا شايف في رأيي انا ان الامتحان الصعب احسن يعني الامتحان لما يبقى صعب وده بيقوي الشهادة ان يبقى معروف ان الشهادة دي ما بينجحش فيها الا الناس الشطر فكون ان الامتحان يبقى صعب ده في رأيي حاجة حلوة النسبة نجح تبقى مش مية في المية او مش عالية بشكل عام ده حاجة كويسة للشهادة ان انت بتخلي الشهادة دي قوية ان المعروف ان الناس اللي بتطلع من الشهادة دي ناس شطرة وناس ما شغالة كويسة الحقيقة سيستم اللي امتحان انا شايفه حالة يعني النظري بيغطي تريبا الارثو كله وحاجات خاصة بالرسيرش والميديكال 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 امرجنسي وبقى خلاص بقى معروف التوبيكس اللي متغطية كان الاول بارت ايه بوعبه قوي لكن دلوقتي بقى مع تكرار الاسئلة بقيت عارف التوبيكس وعارف السورس اللي تذكر منها فالحد ما بقى بيغطي كل في الارثو ومحاول الارثو يعني من ميديكال والميديكال 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 وميديكس وكلام زي كتس بارت به ثلاث اجزاء الثلاث اجزاء دول في رأيه هما الثلاث حاجات اللي الدكتور التقويم محتاجهم عشان يبقى سكسسفول اصنيات يعني ده دايمان اصلا انا بقول الدكتور التقويم الناجح هو ثلاث حاجات هو دياجنوستريك من تولان مزبوط ميكانيكس وابلاينس فاهم ميكانيكس وابلاينس بيعرف نطبقها كويس وكوميونيكيشن مع البيش انتحان فهو بيسألك في الثلاث حاجات اللي هما فانا شايف الامتحان الفكرة انه هو بيقيس واحد يكون شغال عنده براكتس كتير ماينفعش يخش الامتحان ده وينجح فيه حد واخد الموضوع نظر فدي انا شايف حاجة حلوة انك انت مش هتنجح في الامتحان الا اللي شغال بجد الا اللي شاف حالات كتير وشاف سمينارات وشاف كيس بريدينتيشنز كتير وشاف ميكانيكس كتير يعني مثلا انت كتير احنا شغال انا في مصر وبرا بتخش على عيادة او بتجي حالات عندك في العيادة عاملة تقويم ومعكوكا شوية طب انت هتعاب معها ازاي هو ده جزء برضه من الميكانيكس ان انا شوف ايه اللي موجود وايه اللي مفروض يتعامله ازاي صلح الميكانيكس اللي موجودة دي هما بيقيسوا ازاي تبقى successful orthodontics او هما بيسموها safe orthodontics انك ماشي على ال guidelines ماشي على ال steps مزبوط انك انت بتعملش اتروجينيك افكت او ريسك عالي ال communication بعكبها الانجليزي انت حلو احنا اممكن حادة ال communication عندنا فيها مشكلة انت بتاتحنا بالانجليز فدي برضو نقطة مهمة اللي امتحنا هيبقى صعبة بصراحة على اي حد الانجليزي بتاعه مش حلو يعني اي حد داخل برنامج الزمالة انا انصحه لو هو الانجليزي بتاعه مش حلو يبدأ من دلوقتي يحسن في الانجليزي سواء بقى بكورس معا او 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 يشوف فيديوهات يبدأ يقول الكيس بتاعته والكيس سامري والبرزنتيشن بالانجليز يسمع فيديوهات شرحة انجليز لحد من الاسات ده المسلا ال stuff بتوع بريطانيا زي كيفين اوبراين ولا كوبورن ولا حاجة يحسن الانجليزي بتاعه لان النجاح في الامتحان يعني معتمد طبعا على المذاكرة معتمد على ال practice معتمد على الانجليز احنا بقى بيرفكت بتجاهز الناس ازاي للامتحان دي نقطة تانية يعني التجهيز للامتحان عندنا من اول يوم انك انت النظري بتاعك شغال محاضرات كل اسبوع انت عندك محاضرتين او ثلاثة تبتاخد كل منهج النظري متوزع على السنتين ومطلوب منك نتزاكر اول باول كمان كل ثلاث شهور بتعمل امتحان عشان لو حد شوية شهر ده مذاكرش بييجي قبل الامتحان اللي هو بعد ثلاث شهور ده عايز ايه يشد شوية عشان يزيدش فالمحاضرات بتاعتك مسجلة وموجودة الناس تسمعها الامتحان بتاعتنا تقريبا اسئلتها شبه اسئلة الامتحان ما تانتش نسخة منها فبالتالي انت متعود على شكل السؤال متعود على السنجل بيست أنسر اللي انت هتشوفه بعد كده بارتي ايه بعد اول جزء متعلي بعد الست شهور طوال بري كلينيكل بيبدأ الامتحان يبقى نظري وفي نفس الوقت عاملي شفوي نشوف كيس كياننا بنعمل سيميوليشن لبرت بي انه يعمل برزنتيشن لحالة انه يعمل تريتمنت بلان لحالة انه يناقش ميكانيكس بتاعت حالة فانت بتجهز السمينارات بتاعتنا بتاعت كل اسبوع بيشوف كم حالات كتير جدا بيناقش دياجنوزيس و تريتمنت بلان ويناقش ميت سمينارز يشوف الميكانيكس فبيستعد الامتحان من بدري زائد بقى الريفيشن كورسي بقى وعندنا ريفيشن في برتي ايه حوالي ثلاثة شهور او اربع شهور وعندنا ريفيشن برتي بيه حوالي ستة شهور ممكن اكتر يعني انا رأييه في منتهى القوة وبيشارك فيه عدد كبير من السوربريزورس والنستركتورز عندنا يعني اعتقد ان شاء الله الحمد لله بتعكسه لزمة نجاح اللي انت قلتها انه هو بيأهل الناس للامتحان بشكل مزموط وزي ما بقول مش اهم حاجة الامتحان اهم حاجة برضو ان الشخص اللي طلع زي ما تنجح في الامتحان ان شاء الله كمان يكون تعلم مزموط طيب فيه سؤال مهم بيتسئل اللي هو ايه مميزات برفيكت بريسس خلينا نقول يعني نعمل الانومريشن كده للمميزات ديت اول حاجة عامل الخبرة بتكلم ان هو دفعة اللي جاي ان شاء الله بإذن الله رقم 14 فالخبرة بقت عالية في تدريس الامورث ترينينج منهج النظري بيدرسه يعني استاذنا الدكتور عمر يوسري راجل اسطاف قصر عيني ومن ناس تقيلة جدا في شرح النظري فالثيوريتيكال بارت ده من الحاجات المهمة جدا اصلا في ترينينج الامورث فجايبين حد اسطاف في الكلية يدرس الحاجة بالاضافة لان هو هتلاقي الحاجة موجودة ريكوردد على الويب سايد بحيث ان انت تسمع المحاضرة مرة واثنين وثلاثة وترجع لها في اي وقت السنة دي السنة الجاي موجودة معك معك اكسس بقى لايف تايم على الويب سايد بتاعنا الجزء الكلينيكل حاولنا نسهل فيه الامور على قد ما نقدر بحيث ان هو ده من اتقل البورتس فانا اللي هقدر اشيله عنك بشيله كسنتر فانا موفر لك الاماكن لو انت في القائرة الكبرى هتلاقي فيه مقر عيادة قريب منك سواء بقى في حلميدي ساتون سواء في شوبرا سواء في الجيزة سواء في اكتوبر الوسكندرية هتلاقي حاجة قريبة منك وقال العيادة قريب منك بحيث ان انت ميبقاش نزلة العيادة صعبة لان انت قاعد سنتين ونصف العيادة دي جوا العيادة بقى نفسه هتلاقي معاك من اول الريسيبشن طعم طمريد كامل كل دول ايه عشان يساعدوك ان العملية بتاعت المعالجة تبقى سهلة الماتيريالز كلها هتلاقيها موجودة البيشنت موفرينهم بفرايتز مختلفة والادوات احنا مش عايزين منك اي ادوات كلها هتلاقيها في المكان انت بس كل مطلوب منك البلتو بتاعك والكاميرا بتاعتك وان انت تحت يعني تيجي تشتغل يعني ده الجزء العملي والفاسالتز اللي عملنا فيه بالاضافة بقى ان احنا موفرين سطوف كلينيكل هتلاقي كل واحد مميز في حاجة محمد طايرة تلاقيه في قصة الكليرا لاينار رواه محمد صحارتي من الناس المميزين فيها قوي تاخد خبروتهم في القصة دي احمد صلاح صحالي من الناس اليونيك في مصر في موضوع الواير بندنج والمياو تيكنيك والحاجات دي تاخد خبروته في الحتة دي محمد عبد الرحيم من الناس التقيلة في قصة البريتش سكول ويمشرك يعني على الجايدلاين زي ما الكتاب بيقول احمد الشربين يعني امش عايز انسى حد معنا من تاني محمد طارق يعني اه محمد رزق دكتورة ايا الناس دي كلها ايه يدخلوك بقى على الجايدلاين زي يمشرك عليها ايه واسطرفها فرايتز الانستركتورز ده هي خليك تستفيد استفادات متنوعة من الانستركتورز ده ما يميز برضو بريفكت بريزز ريفيجون يعني ريفيجون بتاع بارتي ايه احنا اصلا فيه ناس بتيجي من محصوص واقع يحجزوا في الكورس ده بارتي بي برضو نفس الكلام تلاقي ناس جاية بتحجز الكلام ويجاول عمك بريفكت الصراحة مويل الروح بتاعت بريفكت الصراحة مويل فيه كده تنشن وفيه مشاكل وفيه ده بيوتر الواحد يخليه ما يعرفش يتعلم انما الروح الكويسة انك انت من اول الادارة للموظفين للريسبشن التمريد الزمله كلهم فيه روح كويسة بيخلي الناس تعرف التعلم خلي الناس مستريحة نفسين في المكان يعني انا في رأيي ده من حاجات اللي مريحة للناس اللي بتشتغل في المكان والناس اللي بتتدرب في المكان وكل حاجة ان انت كان زي مصور منافكة بيقول بيرفكت دي ماي فاميلي يعني دي عائلتي انا كده كده حاس ان انا في وسط عائلتي ان مافيش مفيش تنشن في الموضوع انا شايف دي صراحة من ضم المميزات اللي لازم تتقليل يعني انا عندي سؤال بقى الحقيقة دكتور عمر انا قاعد في مصر اصلا بالفعل شغال مش نوع سافر فانا هتفرق ايه الكورس ان انا اخد كورس في التقويم اشتغل بيه حالاتي في العيادة او ان انا اخد ام اورثا انا اصرف المصر يبدي كلها لي وانا قاعد في مصر نقطة لو انا قاعد في مصر مش نوع سافر ولا حاجة وكده كده شغال في العيادة واحنا عندنا الدنيا في مصر ممكن اشتغل تقويم وانا ايه جي بي ما عنديش ما يمنع قانونا او ما عنديش مشكلة كبيرة بالتفتيشات وفتاحه طيب خلينا اقول اول حاجة هل مستحيل يعني الواحد يتعلم تقويم من غير شهادة؟ الصراحة مش مستحيل بس صعب قوي يعني صعب قوي ان واحد يبقى شاطر في التقويم من غير ما يكون شاف حد بيتدرب معاه يعني لازم تكون انت واقف على ايد حد حد ماسك معاك وانت بتعمل بوندنج وانت بتعمل بيندنج بيشرح لك واحدة واحدة فكرة ان انا هذاكر لوحدي من الكتب او كورس نظري كده كم محاضرة او حالة حتى واحدة هشتغلها under supervision وبعدين هعرف ادوس لوحدي واركب منس كروز واعمل كل حاجة لوحدي مش هقول عليها مستحيلة بس عايزة واحد يعني مكتهد قوي معظم الحاجات بتبقى انت محتاج حد معاك في الاول يعني الطبيعي ان يبقى حد معاك يمسك ايدك كده واحدة واحدة يعلمك الحاجة التانية انك انت في ناحية بقى قانونية انت دلوقتي اه ممكن تشتغل بس لو حصلت مشكلة وحد راح اشتكك انت مش متخصص انت في النقابة مش اخصائي في الهتة دي فبالتالي انت مسؤول عن اي مشكلة يعني تخش في هسل انت بغنى عنه لكن اما تبقى متخصص واخصائي في النقابة انت مستراح نفسيا انك انت سرتفايد انا خلاص انا بشتغل في الحتة بتهت برضو هقول حاجة عن تجربة شخصية وانت اكيد حستها لما كنا بنشتغل في الاول احد اول ما بيتخرج ولسه في الاول بيتعلم تقويم ويدوس مع نفسه كده مستعجل ان نشتغل الشغل اللي انت بتشتغله لما شفته دلوقتي هتبقى مش راضي عنه تقويم رحتاج الى تقويم هتلاقي ان انا لأ ده انا مش راضي والعيان مبسوطة والدنيا ماشية لكن لا دلوقتي لما ببصره لا مش ده الشغل اللي يرضي ربنا مش ده الشغل اللي انا بقى ضميري مستراح مش عامل احسن حاجة فلا بتبع انت ممكن مش عارف تحكم على القواليتي بتاعت شغلك بذلك بتلاقي ناس بنزل صغره على الفيسبوك الاكلوشن مش احسن حاجة او الميدلاين مش هافت ولا الابيران تاع السنان ولا التورك ولا حاجة مش مزبوطة وهو مش هيخب بالك خلينا استعار كلمتك انت بتقول الناس فيه ألين وضونتس وفيه أورثو دونتس احنا عايزينك أورثو دونتس مش عايزينك ألين وضونتس اول انت بجرد تحط الواير وقال لا لما بتعرف بتعرف بقى تقايم نفسك فيه كيرف كده مش فاكر اللي هو بتاعه السراس انك كده تواصل في نفسك قوي لما بتبع عارف اول كانت شوية معلومات وبعدين تدريجين بتلاقي السقة بتبدأ الا الا ما تقل المعرفة وبعدين تبدأ السقة تطلع بقى بس بتبقى السقة حقيقية انك انت قريدي خلاص انا فهمته بقى بشتغل فعلا بسقة يبقى عارف ايه صاحب هو تعمل او عارف انه هو كده مفنش 90% المفروض كان يعمل كذا يبقى عارف انه الاول هو مش عارف اصلا وبعدين الموضوع ده المستمر يعني في التقويم او في اي تخصص بيفضل مع الوقت يعني مثل ثلاث سنين دول وبعد كده هتبقى 100% لا بعد كل شوية بتحسن عشان كده برضه من الحاجات اللي انا رأيي ان لازم اي بروجرام يعلمها للناس والحمد الله موجودة في بيرفكت انك انت بتعلم الناس ازاي تتعلم ازاي تستمر في التعليم ازاي يقرع ابحاث ازاي يبقى ابديتب الجديد ازاي ونفس نزود الموضوع ده يبقى فيه كونفرنس كل سنة كده نجيب الناس اللي متخرجة من بيرفكت تعرض الشغل الجديد بتاقها وتعرض الابديتس اللي عندها بحيث الناس تبقى دايما تتعلم ونها تبقى ابديتس ما توقفش مش بعد الترينينج خلاص لانه اللي بنتعلمه دلوقتي بعد عشر سنين بيبقى ابسوليت بعد عشرين سنة بيبقى خلاص ما حدش بيعمله يعني تعب نيك دكتور عمر في الاسئلة الكتيره دي يا رب ده يكون شكرا ليكو وشكرا على الاسئلة الجميلة ومستنين برضه لفيه اي سؤال تاني او اي تساؤل تبعته لنا تاني وان شاء الله يبقى فينا اللقاء تاني ان شاء الله نرد على الاسئلة بتاعتكم شكرا ليكو وشكرا للا اسئلتكو اتمنى ان احنا نكون قدرنا نجاوب على الاسئلة الاجابات اللي انتم منتظرينها اي تساؤلات تانية او اي اسئلة تانية اكتبوها لنا وان شاء الله يكون في مرة تانية او لقاءات عديدة بإذن الله ما بيننا في بيرفكت بيس شون جاوب على الاسئلة بتاعتكم بإذن الله اشتركوا في القناة